إذا بحثت عن الكتمان والسرية المطلقة والخبس والدهاء والمكرى فلن تجدها إلا عند أبناء صهيون وتاريخ الماسونية يؤكد على هذه الحقيقة إذ إنه لا يزال منشأ الماسونية طي الكتمان بل لغزا من الألغاز الغامضة ولهذا فإن المنظمات الصهيونية التي كانت الماسونية إحداها تنقسم إلى قسمين أساسيين المنظمات اليهودية العلنية والمنظمات اليهودية السرية أما المنظمات اليهودية العلنية ففي مقدمتها جمعية عشاق صهيون التي أنشأت في أودسا سنة 1882 كما كان منها كذلك حركة التنوير في ألمانيا التي أنشأها موسى مندلسون وكذلك جمعية الاستعمار اليهودي التي أنشأها البارون أدموند دي هيرش كما كان من بين تلك الجمعيات جمعية كدناح النمسوية التي كان يرأسها ناتا بيرنبون وأيضا من بين تلك الجمعيات المعلنة جمعية صهيون النمسوية التي تولى رئاساتها تيودور هيرتزل أيضا من المنظمات اليهودية السافرة الواضحة منظمة بني بيريث وكذلك منظمة الهداسة النسائية الصهيونية ومنظمة ويرز وكذلك المجلس القومي لجماعة الشباب إسرائيل الذي كان يعمل على تمويل المشروعات الصهيونية وأيضا اتحاد عمال إسرائيل وهنا نجد أنفسنا أمام المنظمة اليهودية السرية والتي تأتي الماسونية إحداها الماسونية سرية كما قلنا بل يستمر الأمر في السرية حتى تظهر لنا البهائية وكذلك جمعية شهود يهوى ونادي الصلبان المزدهرة ونوادي الروتري وهكذا كانت تلك الشعارات في ظاهرها الرحمة لكن في باطنها الكتمان